م م يتفين الاخ نحنا قلنا الاخوات هي يا مران لازم تنتج الاخين اللي هو صادك عشان تستنتج ти الثالث انت قلت الميم هي عمودي عل الف b ادي اقول الاخ الاخ الثاني الميم هيε ده العمودي back بيمر الام الهايبص مقصض الحب لاااااااااااا مين اقل ان الهايبت مصف الحب رذا ده حنستنتجها يا مران الاخوات لازم اقولها اكون كاملين الميم هي عمودي عل الف بيه ده اخ مقصضى واazed و صادي اول هيا في المنتصف لا ده لسه بتنتجها لازم اقول حتة مار بالمركز دي لو تنافت يا جماعة بننقص عليها لان البرغام ما بيكونش كامل ساعتها لازم اقول والميم هي مار بالمركز لازم اقول الاخين فاستنتج الاخ اللي ناقص ماشي يا نوران اسمعك تاني بقى بصح يا نوران من الاول ماشي يا ماشي فقول ميم هي مار بالمركز وهي وميم هي عمولي على القلب دي إذا انا منتصف قلب دي إذا على الهيه؟ بكة يهيب براو اذا كده انا كده تصف بتحديد رك تنهيرها اقول بانالباية الصغيرة بمعاشي وميم هي عمضي على جين دي وميم هيه فمار بالمركز اذا جيم هي فاستنتج الهيب ليس كلا صح يعني هي منتصف جيم ده البراظ اخر خطوة عملتي كل ده صح فضلك اخر خطوة يلا فضلك زلا تطلق بره بصرا هنا هي مشتركة لها الالف جيم بي صغي اا بي بي هي مش هنقولها مشتركة هو لان الالف فيه كله قد اللي هي بي دي احنا سبتناها من اول واحدة بالله يمر الجزء الباقي equitable الي عنcy برافو عليك 1xab X 10x10 برافو يا نوران اعترت كتابة directamente، تتسامك كتابة معنا يا يآية ولا لديك أي سسار آية. تمام. لازم يا جماعة احدد اقول انا شغلت عاني دائرة. يبقى في الدائرة الكبرى. بقى الاجابة الصح. اللي ما يخليش حد يتلكك لي وينقص لي ولو حتى ربع درجة. في الدائرة الكبرى. بما ان. مهي. مار بالمركز. والميم هي. انا شغل على دائرة كبيرة يبقى عمودي على الالف بيه كله عشان اقول في الكبيرة. كده انا قلت اخرين يبقى ايزا انا استنتج التالت ان الهي. منطصف. الف بي. يعني معناه كده الجزئية الف هي اسمي دي رقم واحد واركنها. اللي عملت على الدائرة الكبيرة اعيده تاني على الدائرة الصغيرة. يبقى في الدائرة الصغرى. اقول له نفس الكلام بما ان الميم هيه. مار بالمركز ادي اول اخر. شفتوا انا ماشي عمال عد الاخوات. والميم هيه. هيبقى عمودي بقى على في الصغيرة يبقى على جين دال. لزا ايزا الهيه. منطصف الجين دال. اللي في الصغيرة. يعني معناه كده. ان الجيم هيه. قد الهيه دال. نسمي دي رقم اثنين. انا لو طرحت بطرح. اثنين من واحد. لو طرحت الكبز ايه للحمراء الصغيرة دي. اللي هي الجيم هي وليه دال. من الدلع كله يبقى للالف جيم البابين الدايرتين. قد الدال به او البيه دال في الدول عليك يا نوران. في الشكل المقابل. هو اللي مديني الرسمة يا جماعة. الف بيه. والف جيم. وطران في الدائرة ميم زي ما انتم شايفين. فعلا والله الالف بيه فعلا وطر والالف جيم فعلا وطر. قياز زوية الف زي ما انتم شايفينها بستة وخمسين درجة. الدال والهيه منطص في الف بيه. هو الف جيم على الترتيب. يعني الدال منتصف الف بيه. والهيه منتصف الالف جيم. عايز اوجد قياز زوية دال ميم. عايز اجيب الزاوية دي بكام. الفكرة ايه. ها. جاهزة يا نوران. لو جاهزة الفعيل ايديكي ان انت عارفة تحلي معانا. بسا ان تجي معانا. ها. خلي بالك انا لازم استفيد بكلمة منتصفات دي. مش ما قولي كده اتعدي علي ما استفيدش بيها. ايه يا نوران? لا اما انت لازم. نوران. نوران. انت مكلتيش. طب ان تكوني مكلتيش. شكلك عملت تكلف الخطوات. ما ينفعش يا نوران اقول منتصف بس كده. لازم اقول منتصف ومر بالمركز. يبقى استنتج الاخ اللي ناعي. لازم يا جماعة اقول اخين عشان استنتج التالت. اه. اه. صح يبقى احنا استنتجنا الاول الزاوية اللي هنا بتسعين من النتائج ده. لكن انا عايز الزاوية دي. ميم دي. اجيبها ازاي يا نوران. خمسين. زاوية ميم. انا هنقالف هي لفتة وخمسين. زاوية ميم بكام? زاوية دا الميم هي بكام? رأيك يا نوران في الشكل الف. دال ميم هي. الشكل مكون من كم ضلعة? الف دال ميم هي. من العربع ضلع. يعني شكل رباعي. هتبط? اه. هو الشكل رباعي. مجموع قيسات زوائه تلتمية وستين تمام. نجمع كل الزوائه ونترحم من تلتمية وستين نجيب الزوائه اللي فاضله. اربعة وعشرين درجة. اربعة وعشرين درجة. مية مية. كده? مية اربعة وعشرين ايوة كده اه انا قلت برابا عليك عشرة على عشرة يا مرات. في ام تيها كده يا ايا? تمام طريقة الكتابة بقى بص ازاي يا جماعة. هنقول له الاش. اه اه دروني بقى عشان المكان مش هيقضي هكتب من اول لفوق. لازم ما ناكلش خطوات. اقعوا وتاكلوا خطوات ها? بما ان. دال. مار بالمركز. والدال منتصف. الاف دي. يبقى انا لازم اقول اخين. ما قولش اخ واحد. لازم اقول اخين. ازا نستنتج لغفة الثالث. ان الميم دال عمودية على الالف به. يعني قياس زوية الالف بالميم بتسعين درجة. نعمل نفس الكلام على هي. هو بالمثل. بما ان. الميم هي. مار بالمركز. ايه كمان ايه كمان. واله منتصف. الالف جيم. ايه كمان. نستنتج الاخ الثالث ان الميم هي. عمودي على الالف جيم. يعني معنى كده ان قياس زوية الاف هي. ميم. بتسعين درجة. ده النتائج كاملة. اقول له وبما ان. مجموع. قياسات. زوايا. الشكل. الرباعي معروفة. انها لتلتمية وستين درجة. تبقى جيب الزوية اللي نقص اللي هي زال ميم هيه اللي عايزها. اجمع كل الزوية واترحها من تلتمية وتسين. يعني تلتمية وستين درجة ناقص. اجمع ستة وخمسين درجة. وما نلتاش رمزة درجة يا جماعة عشان ما ننقص عليها. 90 درجة 90 درجة ثانية تبقى 360 درجة نو اجمع الأول لو هيا ديا يعني اجمع 90 96 10 36 الدرجة دي لسه اترحام من 360 فيطلع النهاية تجبل زي ما قالي 31 124 درجة اجابة نموذي اشتركوا في القناة